بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرفي المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد إخواني قبل أن نبدأ الفيديو إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل ما هو جديد اليوم سوف نتحدث عن الفاضيحة التي شهدها ملعب وهران وهذا بعد تداول صور وفيديوهات لإسفرار العشب الطبيعي في الملعب وبعد هذه الفاضيحة ظهر تبادل اتهامات بين الشركة المسؤولة عن صيانة العشب والشركة المكلفة بجلب المياه التي يسقى منها حيث اعتبر مدير الشركة المكلفة بغرس العشب الطبيعي أن المياه التي كانت تسقي العشب الطبيعي هي سبب هذا المشكل ولكن من جهة أخرى كذبت المؤسسة الخاصة بالمياه واعتبرت أن هذا الكلام غير صحيح ولكن الشيء المهم أن عشب الملعب قد فقد لونه الطبيعي ومن هنا وجب على سلطات العليا للبلاد التدخل ووضحت لمثل هذه الممارسات خاصة وأن هذا الملعب تم بنائه بملايين اليوروهات ولم يتم حتى الآن استغلاله من قبل المنتخب الوطني أو الفرق المحلية فكيف سيكون الملعب لو تم تسلمه لذا نتمنى أن يجد الحلول لمثل هذه المشاكل ويجب أن تعود أرضية الميدان إلى شكلها الطبيعي كما كانت في أسفر أو أحسن من ذلك وكما ترون في الصورة التي هي أمامكم وجب أن يكون اللون الأخضر هو الموجود في أرضية الميدان وليس اللون الأصفر هذا ما أردنا أن نقدمه لكم في هذا الفيديو القصير نتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويصبح الملعب كما كان في السابق في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلك كل ما هو جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة